أعزائي المشاهدين متتبعي قناة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أهلاً وسهلاً بكم على قناتنا اليوم وفي إطار الحوارات التي نخصصها لمختلف القطاعات التابعة للوزارة سوف نتطرق للمركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية سنقوم بتعريفكم بهذا المركز وبالدور الذي يلعبه ولتقريبكم أكثر من هذا المركز يسعدني أن أستضيف السيد محمد أفشكار مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية أهلاً وسهلاً بك سيد أفشكار شكراً أولاً سيد أفشكار تحدثوا لنا باختصار عن دور هذا المركز بسم الله أفمار رحيم أنشاء المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية سنة 1978 وتتمحور أنشطته حول مجموعة من المواضيع والمحاور التي تهم من طبيعة الحال التدبير الطرقي والتقنيات الطرقية والإسناد والدعم التقني أهم هذه المحاور هو الفحص التقني الطرقي الدراسات والأبحاث الطرقية نظم تدبير الشبكة الطرقية الدراسات حركة سير والمرور وأيضاً التكوين وإصدار الوتائق التقنية وماذا عن حصيلة الإنجازات؟ حصيلة إنجازات المركز خاصة خلال الفترة 2012 و2015 في هذه الفترة الفارطة بين 2012 و2015 قام المركز بعدة دراسات يمكن أن نلخصها فيما يلي على مستوى الفحص الطرقي فقد قمنا بدراسات كثيرة لفائدة مديرية الطرق والشركة الوطنية للطرق السيارة وبعض الشركات الخاصة وهذه الدراسات أنجزت على أساس قياسات فحصية للطرق تناهز تقريباً 60 ألف كيلومتر بمختلف الدراسات لفحص الطرق منها سطوحية الطرق وقياس حمولية الطرق وإيضاً جودة التشوير الأفقي الطرقي كما قمنا بدراسات تحليلية فيما يخص حركة السير وقمنا أيضاً بدراسات وساهمنا بدراسات كثيرة فيما يخص بلورة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي ستنتهجها الوزارة مستقبلاً بشراكة مع البنك الدولي ومع مديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية وتقريباً أنجزنا ما يفوق 900 اختبار مختبري على المواد الطرقية تبعاً لطلبيات المديريات الجهوية والمديرية الإقليمية للوزارة وأيضاً بعض الطلبيات التي توصلنا بها من طرف شركات خاصة ومؤسسات أخرى إذن تشتغلون مع مديرية الطرق والمديرية الجهوية والإقليمية التابعة للوزارة إدفة إلى الجماعة المحلية ومدى أيضاً في الحق الجماعة المحلية لا نشتغل كثيراً مع هذا ولكن في برنامجنا المستقبلي يمكن أن ننفتح على هذه المؤسسات ولكن الزبناء الأساسيين للمركز هم مديري الطرق والشركة الوطنية للطرق السيارة والمكتب الوطني للمطارات وبعد الشركات الخاصة فيما يخص بعد الدراسات التي نفرد المركز بها على المستوى الوطني وماذا عن التكوينات داخل المركز؟ هل يقدم المركز أي تكوينات في هذا المجال؟ بالنسبة للتكوينات فالتكوينات تتمحور حول التقنيات الطرقية والدراسات التصميمية للطرق لا ننفرد بهذه التكوينات ولكن نساهم فيها بفعالية لنوفر لمختلف مصالح الوزارة عملية الإسناد والدعم التقني اللازم لإنجاز أشغال طرقية طبقا للمواصفات المنصوصة عليها في القوانين التقنية وطبقا للجودة المطلوبة وماذا عن المشاريع المستقبلية التي يبرمجها هذا المركز؟ بالحقال منذ 2012 انخارط المركز في بلورة مصار جديد وستراتيجية جديدة وفقا لرغبة سيد الوزير لتطوير المركز والقفص به إلى مناس مؤسسات الكبرى ونشتغل حاليا على جعل المركز قطبا مرجعيا تقنيا على المستوى الوطني لكي يقوم بدوره الكامل في عملية الإسناد والدعم وتوفير المؤشرات والدعائم التقنية لتدبير راشد وعقلاني للشبكة الطرقية وأيضا لتهيئته لكي يقوم بالإشعاع اللازم على المستوى الجهوي والدولي بصفة عامة وهل لديكم مساهمة فيما يخص تعاون جنوب جنوب خاصة مع الدول الإفريقية؟ هو في الحق هذا التعاون التقني نحن موجودون ونسعى لنجعل هذا التعاون فعالا خصوصا مع دول الإفريقية جنوب الصحراء فلقد اقترحنا مجموعة من الاتفاقيات والشركات التقنية حتى تستفيد الدول الإفريقية الشقيقة من الخبرة التي ركمها المركز على مدى أكثر من ثلاث عقود وحتى نسهل عملية التبادل التقني والتبادل الخبراتي في نطبق الحلميدان الطرق على العموة وهل تقومون بشركات أخرى أو تعاون سواء مع المؤسسات الوطنية أو المؤسسات الدولية؟ في هذا الصدد نقوم بشراكة جد وثيقة مع المؤسسات الوطنية منها الجامعات ومدارس العليا للمهندسين مثل المدرسة الحسن للشغال العموية والمدرسة المحمدية والمدرسة العليا للمعادن بالرباط إلى مجموعة من الجامعات كالجامعات القديعات بمراكش والجامعات مولا إسماعيل بمكناس هذا في إطار سواء البحاث الطلبة المهندسين أو طلبة المستر أو حتى بعض الأطرحات الدكتورال التي نقترح مواضيعها ونساهم في الإشراف عليها هناك أيضا شراكات تقنية نشتغل عليها الآن فهي شراكة رباعية وخماسية بين المركز الوطني للدراسات والبحاث الطرقية والمكتب الشريف للفصفات والمدرسة الحسنية للشغال العمومية وشركة كولاس بالمغرب والمندرسة الوطنية للقناطر والطرق بفرنسا بباريس فنشتغل على تتمين بعض المواد التي تعتبر كنفايات بالنسبة للمكتب الشريف للفصفات كما لدينا شراكات مع شركة لاصو ناسيد بالجرف الأصفر فقد قمنا بدراسة لبعض النفايات التي ترمى في الطبيعة وحاولنا أن نستغلها ونستعملها في الطريق وقد أنجزنا في هذا الصدد طريقا مقطعا تجريبيا بواسطة هذه المواد كما عندنا مشروع شراكة تقنية مع المؤسسات الألمانية فيما يخص تقنية إعادة تدوير بنيات الطريق فهذه التقنية مربحة واقتصادية يمكن أن تغفر لبلادنا فيما يخص بنا وصينا الطرق حتى 20 إلى 30% وهناك شراكات عدة يتسع المجال لذكرها إذن هذه الأبحاث وهذه الدراسات التي تقومون بإنجازها أو بالمساعدة على إنجازها هل تقومون بنشرها أم تبقى كيف يمكن الإطلاع عليها؟ مجملة دراسات والأبحاث نتقل الحل لأنها هي دراسات جد مختصة تتهم مواضيع جد دقيقة في ميدان الطرق فننشرها على مستوى المناظرات والمؤتمرات التي تقام من حين لآخر وأيضا ننشرها بين مهني القطاع الطرقي فكما قلت فهي دراسات جد دقيقة وجد خاصة ليست منجزة لكي يطلع على العموم فهي متوفرة على موابة إلكترونية للمركز فهي متوفرة وأيضا في مدير الطرق وفي المكتب الخاصة بالمركز فهي متوفرة ويمكن أن يطلع عليها كل المهتمون بهذا المجال أخيرا سيد أفشكار ما هي مستجدات المركز؟ مستجدات المركز نشتغل حاليا على اقتناء مجموعة من المؤدات المختبرية حتى يكون المختبر يتوفر على كل ما هو جديد وما هو ما يهم القطاع الطرقي ونحن أيضا بصدد لانتهاء من مشروع مهم يخص نظام المعلومات الجغرافي الذي سنفتحه على جميع المديريات الجهوية والإقليمية لكي يكون أداة للتدبير اليومي والتسيير اليومي للشبكة الطرقية كما أيضا نعمل على اقتناء بعد آليات الفحص الجديدة التي ستساهم من ضبط مجموعة المؤشرات التي تهم الشبكة الطرقية لأن هذا الضبط سيكون كفيلا بترشيد عمليات الصيانة والترميم التي تقوم بها مديري الطرق والوزارة على مستوى الشبكة الطرقية إذن سيد محمد أفشكار شكرا على تلبية الدعوة وعلى الوقت الذي خصصته لنا للإجابة على هذه الأسئلة شكرا جزيلا لك شكرا محمد أعزائي المشاهدين شكرا على حسن تتبعكم وأبقوا أوفية لقناتنا